أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاممين تنزل الكذاب لا غيب به من رب العالمين أم يقبلون افتراه بل هو الفق من ربك ينذر قوما بلا فهم من أليم من قبلك علهم يحتدون الله الذي غلب السماوات والأرواق ما بينهما في ستة أيام ثم أستوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يلمر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرف إليه في يوم كان قداره والفسد مما تحبون ذلك عالف الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي ينسن كل شيء خلقه وبدأ خلقا ينسع من طيب ثم جعل نسله من سلالة من معي مهين ثم سفاق ونفق فيه من روحه ودعا لكم السماء والأبصار والأقلاء قليلا ما تشكرون فقالوا إلا ونالنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم جافرون قل يتغفاكم لكم الموت الذي أفتل منهم ثم إلا ربكم ترجعوا ولو ترى إذ المجرمون ناكس أروسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إنا موقفون ولو شئنا لآتينا كل نفس هنا ولكن حق القول مني لأمل أن نذهلنا من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذابا قلت بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا يكتروا بها خروا رجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكفرون فتجافى جنوبهم عن الموادعين وربهم خوفا وضمعا ومما رصقناهم ينفقون فلا تعلم أكفوا ما أقفى لهم من الغرة أحد جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فازقا لا يستبون أما الذين آمنوا وعملوا فالحا لفهم جنات المأمى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين أمسكوا فمهماهم والنار كلما أرادوا أن يخلوا منها وعنوا فيها وقلهم لقوا عذاب النار الذي منكم به تكذبون ولن يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من منكر بآيات ربه ثم أعرض عدها إنا من المجرمين منتقلون ولقد آتينا موسى الثالثة في مدية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يوصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أبا لم يهد لهم كم أهلبنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أبا لم يروا آلنا نسوه المال للأرض الجرم فنخرج فنخرج به زرعا تكفل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبسلون ويقولون مدى هذا الكذف إن كنتم صادقين قل يوم القل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظروا فأعلم عنهم وانتظر إنهم انتظروا فالله العظيم